السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم رامي حداد ومنهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل البامب الخارجي زي ما احنا عارفين ان البامب الخارجي هو بديل البامب الداخلي في المكنة وزي ما احنا عارفين برضو ووظيفة البامب الداخلي انه يسحب الحبر من الخزان ويوصله لتانك الدول وعلى غير المعتاد في الموديلات الابيض ويسجده بعض موديلات الالوان اللي مصاب الحبر فيها بيكون عملية نقل الحبر فيها عملية ميكانيكية بحثة عن طريق اياي بيتحرك جوه انبوبة بيزق الحبر الغيط لما يوصله لتانك الدول ولكن الاشكالية هنا بقى بتيجي في المكنة الالوان ان عملية نقل الحبر عن طريق البامبات بتكون عن طريق شفق الهواء وعشان نفهم الموضوع اكتر هنبص على مصاري الحبر في الكتالوج مكناة ان بي سي الفين خمسمائة زي ما احنا شايفين ده المنظر بتاع مصاري الحبر دي الازازة بتاعة الحبر اللي بتمثل خزان الحبر وده بامب الحبر ووظفته ان هو يسحب الحبر اللي موجود جوه الازازة عن طريق الخرطوم ده وينزل الحبر على تانك الدول وزي ما احنا قلنا طريقة سحبه للحبر عن طريق توليد شفت هوا طيب سريعا قبل ما ندخل على البامب الخارجي وبيشتغل ازاي والمعلومة اللي لازم تعرفها هنا عن مصاري الحبر ده ان هو محكم الغلق يعني ما بيسربش هوا ولو فيه اي تسريب هوا حصل نتيجة قطع في الخرطوم مثلا ان الازازة حصل فيها فور ايا كان السبب اللي حصل لو حصل تنفيس هوا الدايرة دي مش هتشتغل حتى لو ركبنا لها بامب خارجي فدي اول حاجة لازم تطمن عليها في اي دايرة حبر في مكانة الوان شغلة بنظام البامب ان يكون الدايرة مش منافسة هوا طيب البامب الداخلي بيعمل عملية توليد شفت الهوا دي عن طريق ايه زي ما احنا شايفين ده الياي اللي بيبقى موجود جوا البامب وحواليه الكاوتشة دي بتبقى مطبق على الياي لما ييجي الياي ده بيتحرك نتيجة حركته داخل الكاوتشة وهي مطبق عليه بيتولد شفت للهوا من الازازة فالحبر بيتسحب بيخش على البامب وبيترامى من البامب مباشرة على تانك الديفولبر لان تانك الديفولبر بيكون مكانه تحت البامب طيب هل نظام البمبات الداخلية دي او البمب الاصلي بتاع المكنة اللي بيبقى موجود مع المكنة بيبقى مش كفاءة? لا هي المشكلة بتقابلنا مع المكنة اللي بيبقى موجود عندنا هنا ومع انواع الحبر اللي احنا نشتغل بيها. لو التزمنا ان احنا نشتغل بانواع الحبر الاصلي المكنة هتشتغل معنا والمسارة هيشتغل معنا والبمبة هيشتغل معنا ان شاء الله بقى اقل ما شاء. ولكن في حالة ان احنا بنبتدي نستخدم احبار هايكوبيا او احبار مش اصلية او احبار فيها نسبة رطوبة فقوة شفط الهوى اللي بيولدها البمب الداخلي ما بتكونش كفاية ان هي تسحب الحبر ولو سحبت الحبر لاول مرة والخرطوم اتمال حبر لابو وسبنا المكنة شوية من غير شوية قوة الشفط ما بتبقاش كافية ان هي تسحب الحبر اللي اتكتم جوة الخرطوم فده بيودينا ان الخرطوم بيتسد كل شوية نتيجة نوعية الحبر التيلة وهنا ده دور البمب الخارجي اول حاجة لازم نعرفه عن البمب الخارجي بيشتغل ازاي فكرة البمب الخارجي ان هو بيعمل عملية ضغط للهوى جوة دايرة الحبر تحديدا جوة الازازة فبقنا عليه الهوى اللي بيتم ضغطه جوة الازازة بيجي يرجع ويرد بحبر وينزل تاني على البمب الداخلي وطبعا في حالة توصيل البمب الخارجي احنا ما بنشيلش البمب الداخلي لان في كل الاحوال البمب الداخلي حتى لو ما بيشتغلش هو يمثل المسار بتاع الحبر من القرطوم لتانك الدفولبر فاحنا لازم البامب الدخلي يكون موجود. وزي ما احنا قلنا فكرة العمل ضخ هوا. يعني البامب الخارجي ما بيشفوتش الحبر من مكانه ويدخه في مكان تاني. لا ده بيعتمد فكرته ان هو بيدخ هوا جوه الدايرة كل ما المكان حاجه. هيدخه شوية هوا. فبناءا عليه الهوا اللي هيخش جوه الازازة. هيطلع مكانه حبري ينزله على البامب اساسي. او ينزله على تنك الدهولبر يعني بمعنى اصلا. كده احنا بهمنا البامب الخارجي بيشتغل ازاي دلوقتي هنعمل البامب ازاي. طبعا اول حاجة احنا قلنا فكرة البامب ان احنا عايزين حاجة تدخلنا هوا جوه الدايرة بتاعت الحبر. وطبعا عملية ضخ الهوا دي لازم تبقى بقوة معينة ولا اكتر ولا قوة ضخ الهوا لو زادت زيادة عن اللزوم هتعمل لي مشاكل في تسريبات الحبر وممكن تتسبب ان هي المصاري يتكتم فاحتاج ان انا سليك كل شوية. والقوة طبعا لو اقلم اللزوم فكمية الهوا مش هتكون كفاية ان هي ترد قصادها كمية حبر هي ينزل جوه السمت. طبعا لما دورت في الموضوع لقيت ان البامبات بتاعة الاحواط بتاعت السمت هي تقريبا انها انسب كميتها. بيبقى فيها اكتر من نوع من المضخط دي ولكن النوع اللي احنا شايفينه ده هو النوع الانسب لمعظم الاحبار اللي موجودة في السوق. في بعض انواع احبار تانية بتكون خفيفة خصوصا في الاحبار الالوان ذات نفسيها. فبيكون النوع ده هو الانسب بالنسبة لي. المضخط. لان بحتاج ضغط هوا اقل ودي ضغطها اقل شوية. فيه انواع حبر تانية او ساعات بيبقى فيه انواع حبر موجودة بتبقى رتوبتها عالية. فالحبر المرتب ده بقى مع عملية شغط الهوا بيبقى تكيل جدا. فده بنحتاج له حاجة اضخم شوية حاجة زي كده. نوع المضخط ده نوع مزدوج بيبقى ليه مخرجين. بنعمل وسطة ما بين المخرجين وبنوحدهم في مخرج واحد عشان نقوي من قوة الدفع. وطبعا ده في حالة ان احنا بنستخدم احبار تقيلة جدا او راحة في ده. ولكن في معظم الاحوال هتلاقي النوع ده هو اللي يمشي معاك كويس بيبقى. طيب. كده لقينا المضخة بتاعة الهوا وحلينا اول مشكلة. ايه تاني مشكلة هتقابلنا? المضخة دي ازاي نشغلها في الوقت اللي المكانة عايزة فيه تعمل امداد حبر من الازازة. نرجع للرسمة تاني بتاعة المطار بتاع الحبر بتاع المكانة اللي اتنين خمسمية. وزي ما احنا شايفين الازازة قلنا بتتحرك بتاخد حركة عشان تنقل الحبر من اخرها الاولها. وبرضو البمب بيتحرك عشان الياي بتاع البمب بيولد عملية عملية الحركة بتاعة الازازة. والبمب بيقوم بها كلاتش. فيه كلاتش مسؤول عن حركة الازازة ان هو ينقل الحركة من مطور الحبر للازازة. وفيه كلاتش مسؤول ان هو ينقل الحركة من مطور الحبر للبامب. فاحنا قدامنا اختيار من الاتنين. ممكن الكهرباء اللي بتطلع ده تكون هي الاشارة اللي بتشغل لنا البامب. او الكهرباء اللي تطلع من الكهرباء ده. وقع الامب نشوف الازازة بتشتغل ازاي? والبامب بيشتغل ازاي? لو انت تبعت المكانة وهي شغلة. هتلاقي الازازة بتشتغل حوالي اربع خمس مرات. وبيشتغل عليها البامب حوالي مرة. عشان الازازة في الاربع خمس مرات تكون حضرة الحبر من اخرها الاولها. طبعا البامب مرة عشان يعمل عملية الشفت وهكذا. النسبة وتناسب الازازة كده بتشتغل اكتر من البامب. طبعا عليه انا لو وصلت الاشارة بتاعت التشغيل مع الكلاتش بتاع الازازة. هيبقى يمداد الحبر كتير وهيعمل لي في الصورة وممكن الورقة يطلع لي فيها. طبعا هوصل الاشارة بتاعتي بالكلاتش بتاع البامب. هتقابلني المشكلة التانية ان المضخطة دي بتشتغل بين 22 وعشرين فولت والكهرباء اللي بتروح للكلاتش حوالي 12 فولت. طبعا عليه 12 فولت مش هيشغلوا للمضخة دي. والحل هنا بيكون في مكون الكتروني اسمه زي الشكل اللي احنا شايفينه. وعشان نفهم ريلي بيشتغل ازاي? ريلي متقسم جوال جزئين. الجزء الاول بيكون عبارة عن ملف. الملف ده ممكن ياخد جهد من خمسة فولت الاربعة وعشرين فولت. وطبعا في حالة اننا وصلت الجهد ده بالملف في مجال منافسي هيتولد نتيجة نرور الطيار الكهرابي في الملف. وهنا يجي دور الجزء التاني في الريلي. الجزء التاني في الريلي بيبقى عبارة عن وصلتين معدن زي ما احنا شايفين فيهم واحدة بتتحرك استجابة للمجال المغناطيسي. لما بيحصل مجال مغناطيسي زي ما احنا شايفين ريشة منهم بتنجزب للتانية نتيجة المجال المغناطيسي اللي حصل. وكده لو لاحزنا ان الريلي شغله للمضخة. يعني في حالة ان المكناة هتيجي تشغل اتخلطش تبعث الاثنشر فولت. الاثنشر فولت دول هيوصلوا للريلي. الريلي هيعمل مجال مغناطيسي. توصل الطرفين بتوع الكهرباء اللي بتوصل للمضخة. فبناعا عليه المضخة تشتغل. ولما المكناة تحس ان الحبر وصل والدنيا بقى تمام. بتفصل الكهرباء اللي رحل القلاطش. فالمضخة بتتفصل. دلوقتي بقى محتاجين نفتح البومب ده ونشوف طريقة التوصيل ازاي. وازاي بنجهز الريلي للشو. ولكن في نقطة تانية من ناحية الريليهات لازم نلاحظها. منظر الريلي اللي احنا شفناه زي اعتبر منظر بسيط. في مناظر تانية بيكون عدد الاطراف فيها اكتر وزي ما احنا شايفين بيبقى بس لعب في التصميم الهندسي هي هي نفس الفكرة بيكون في ملف بيوصلوا كهرباء. بس بدل ما يكون في رشتين يوصلوا مع بعض بيكون اربع ريش عشان بدل ما اشغل حمل واحد ممكن اشغل حملين زي ما احنا شايفين اللمبة والمروحة. وبشوية لعب هندسي تاني ممكن فيه تصميم واطري لهات تانية بتشتغل ازاي? ان يكون فيه حملين فعلا متوصلين ولكن حالة من حالات الريش بتكون موصلة الحمل. ولما المجال المغناطيسي يحصل يفصل الحمل ده ويوصل حمل تاني زي ما احنا شايفين المروحة واللمبة. والنوع ده بيكون هو الاكسر انتشارا وهو ده اللي احنا مستخدمينه مع البمب الخارجي. دلوقتي هنتخرج على الريلية تواصلات شكلها هعمل ازاي? وازاي نوصل الريلية بالبمب? وفي الاخر هنعرف ازاي بنوصل البمب الخارجي بالمجال.